اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم حديثا عراقي في الحديث عن الفقر في العراق هو احد الاوجه البارزة في هذه المنظومة الكارثية التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الان لابد من الحديث عن من يتمتعون او يقولون عنهم يحصلون على رواتب الرعاية الاجتماعية رئيس هيئة ما يسمى بالحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية صرح قبل ايام قليلة في السبع الماضي صرح قال ان الشمول بالرعاية الاجتماعية سيكون حسب خط الفقر يعني خط الفقر هو الاساس من كانوا تحت خط الفقر هم من يستحقون رواتب الرعاية الاجتماعية طيب تحدثة طبعا كثير هو حديثة لكن تحدثة اشياء ربما يعني اجبا نذكرها تحدثة عن ضابط رتبة رفيعة يتقاضى رواتب الرعاية الاجتماعية طوال هذه السنوات لحظة هو جزء يعني هذه تعطي نماذج من الفساد والخراب في هذه المنظومة التي تحكم العراق والذي يقولون انها جاءت من اجل مواطن العراقي تحدث عن ضبط الف ومائتين منتسب طبعا هكذا يتحدث الف ومائتين منتسب لوزارة الدفاع يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية يعني هم معينين في وزارة الدفاع عسكريين او غير اخر يقاضون هذه الرواتب الفمائتين واحد يقول تحدث عن وجود اكثر من عشرة الاف مستفيد من الرعاية الاجتماعية يمتلكون سيارات حديثة طيب دعنا من هذا الموضوع لكن مهم في حديثة والذي يرتبط مع خط الفقر اللي يتحدث عنه يقول بان عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية قد يصل الى تسعة ملايين مواطن عراقي اذا هذا اعتراف واضح والعدد طبعا اكبر من هذا لكن مع ذلك هم لا يعترفون بهذا لكن بمجمل الحديث تصل الى هذه النتيجة يقول انه تسعة ملايين عراقي تحت خط الفقر هم الذين يستحقون رواتب اذا هناك في العراق الغني هذا صاحب الثروات التي جاءت هذه الاحزاب التي تدعي الدين وتدعي حرصها على الوطن وتدعي معرفته والتغيير والكل هذا الكلام اللي سمعناه طوال عشرين سنة في ظل كل رايات هذه والعدالة ومعرف منه ويكتبوا لك وراهم شعارات يعني شعارات ليس لهم منها نصيب ابدا يعني يذكرون اهل البيت ويذكرون الرسول ويذكرون ما عرفوا كلام ما لكم علاقة لا بالدين ولا بالرسول ولا باهل البيت هذا كلام كذب لانه يذكرون انه احنا على نهج الحسين يعني نبني الوطن ونبني المواطن هو هذا نهج الحسين وهذا نهج الحسين وهذا بناء المواطن هذا البلد الغني مهازناته السنوية اكثر من مئة مليار دولار وبالتالي مثل ما يقول هذا بالرعاية الاجتماعية طبعا العدد اكبر العدد قد يتجاوز 13 مليون مواطن لكن هذا يقول 9 ملايين مواطن تحت خط الفقر تحت خط الفقر يعني لا يمتلكون خبز يومهم لا يمتلكون قدرة على طعام فمهم بطونهم ما يشبعوها ما يقدرون فغالبيتهم يأكلون من المزابل هذا واقع الحال فبالتالي ذول المشمولين اعداد الافراد التي يتقاضون الرواتب الرعاية الاجتماعية الان الان يقول خمس ملايين طبعا ذول يرتبطون بعوائل ولاحظ وتقيس على ذلك حجم الفقر كارثة خرطة الفقر شقد واسعة وشقد ممتدة وشقد عميقة في هذا البلد وبالتالي عندما نقول ثلاثة ارباع الشعب العراقي هم الفقراء اكثر من ثلاثة ارباع تسعين بالمئن الشعب العراقي فقراء يتباهون بيعطاء رواتب طينا رواتب ما كان حد يأخذه هذه الرواتب لا تسد حاجة الناس الان المواطن ليس لديه سكن فيهتاج الى تأجير بيت واجارات البيوت تأخذ ثلاثة ارباع ما تعطوه من راتب والاكل والشرب والمواصلات والتداوي كل شيء والاسواق المفتوحة بسلع ومواد وكلها مستوغد جايبها بالدولار وجايبتها الميليشيات وجايبتها شركات مرتبطة بشخصيات بالحكومة والميليشيات هي التي تتاجر بها وعلى المواطن ان يدفع ويجب ان يصرف على الكهرباء لان ما اكون كهرباء ومولدة ومعرف منه ويجيب مي ويجيب مصيبة واذا مرضى احد ابناء زوجته امه ابوه هذه مصيبة كبيرة يحتاج جذاء عملية ويخاف ويعملوها بالعراق لانه يدخل المستشفيات يموت شو المستشفيات عندنا يعني يوم يتحدثون عنها بالسوف يضطر الكثير منهم من يخاف يبيع بيته يبيع ما يملوك حتى يسفر مريضة الى الخارج لذلك الهند فقط من العراق لسنة واحدة اكثر من خمسمائة مليون دولار جثة واردات من العراقين الذين ذهبوا للتداوي في الهند اكثر من خمسمائة مليون هاي كارثة كارثة انتو وين مودين البلد تحشون عن النتو انتو جهتم من اجل المظومين وجهتم تظلمون الناس انتم ظلمتم الناس لم يتعرض المواطن العراقي بغض النراع انتماء الطائفي سني شيعي كردي عربي قومي كل كل هذا لم يتعرض هذا المواطن العراقي اللي اسمه العراقي الضيم والقهر مثلما تعرض خلال العشرين سنة الماضية اي نظام اي شكل تحكمون بالمليشيات وخابصين قالت الديمقراطية وحش مجلس النواب واجتماع مجلس النواب وناقش مجلس النواب يناقش الضيم يناقش خارطة الكفر وخارطة الضيم وخارطة الخرابة التي أصبح فيها العراق على الكهرباء صرفته وانتو تقولون واحد ثمانين مليار دولار وكهرباء غير متوفرة شنو من ملة انتم وبالتالي تسع ملايين تحت خط الفقر تطهم رواتب رعاية الاجتماعية سبع ملايين موظف ومتقاعدين ثلاثة أربعة أكثر من ثلاثة أربعة ثمانين بالمية من الموازنة تذهب رواتب والعشرين بالمية تبقوها انتم وتحشوننا عن التنمية والبناء والاستثمارات من يستثمر عندكم لذلك بريطانيا وامريكا هي الاحتلة العراق توصي مواطنيها في آخر شيء آخر شيء قبل أيام توصي مواطنيها بعدم السفر إلى العراق تحذرهم من السفر إلى العراق لأنه غير آمن هذا واقع الحال فتكذبون على من لكن هذه المنظومة الخارجية تريد هذا النظام تريد هذا الشكل من الحكم في العراق أن يستمر لأنه في خراب العراق في ضعف للعراق وهو هذا المطلوب مع الأسف الشديد هذه واحدة من الكوارث التي يعني يعيش أهل العراق مع الأسف الشديد هذا واحد من أوجه الكارثة أعانى الله كل أهلنا في العراق أعانهم على ما يعانون منه وأعانهم في تدبير أمورهم والخلاص من كل هذا الضيب وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة